أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بتعزيز وتطوير العلاقات مع أرمينيا في شتى المجالات خاصة في ظل العلاقات القوية والممتدة بين البلدين كما أشهد بمواقف أرمينيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر وما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية كما أكد الرئيس السيسي خلال محادثات القمة التي أجرها اليوم مع رئيس وزراء أرمينيا يقال باشنيان بالعاصمة الأرمينية ياريبان أكد الاهتمام بتحقيق نقلة نوعية في مساحة التعاون السنائي بين البلدين لسيما عن طريق تشجيع التعاون بين مجتمع رجل الأعمال في الدولتين بشكل ينعكس على تطوير حجم التبادل التجاري والاستثمارية من جانبه أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن سعادته بزيارة رئيس السيسي لأرمينيا للمرة الأولى مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع مصر في ضوء محورية دورها في منطقتين الشرق الأوسط وأفريقيا فضلا عن سياستها الخارجية المستقلة الزيارة بفرصة وتشكل كوردا في أكبير مدى في تطوير للقاف في كل المجالات